طيب انت راقب من نفس النقطة دكتور فكرة يعني الدولة المصرية الحقيقة مؤخرا مهتمة جدا ببناء الإنسان والاستثمار في المواطن المصري خاصة الشباب لأنهم دول كنز مصري الحقيقة للفترة اللي جاي فبالتالي عايزة عرف من حضرتك يعني فكرة اهتمام الشباب بالسباق الانتخابي والاهتمام بالبرابط الانتخابية والاهتمام أيضا بخلفيات المرشحين في السباق الرئاسي لأي مدى حضرتك شايف أنه ده بينعاكس أو بيساهم في إثراء الحياة السياسية والوعي السياسي لدى الشباب المصري تحديدا طيب خلينا ناخد الموضوع أو نسأل السؤال بالعكس من وراء الأدام هي ماذا قدمت برامج المرشحين حتى هذه اللحظة وماذا حاز اهتمام الشباب بينهم يعني أنا أرى طبعا يعني وبدون تحيز والله أن البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأكثر اكتمالا أو البرنامج الوحيد المكتمل أو اللي له أرضية أو خلفية على الأرض تجعلنا نثق أن ما يقوله سوف ينفذ احنا شفنا عندنا يعني دينا رصيد ليه رصيد في الشارع وفي قلوب المصريين وفي نفسنا كلنا بما فعل وبما سيقدم إن شاء الله في الفترات القادمة يعني البرنامج أنا شايفه أكثر اكتمالا البرامج التانية للمرشحين برضو فيها بعض الملامح اللي هي دايما أي برنامج لأي مرشح بيبحث عن السلبية ويبحث لها عن حل بمعزل عن كون الحل ده قابل للتطبيقة أم لا بس هو بيطرحه على الشباب والشباب دلوقتي بأصبح واعي والتده يستوعب إيه اللي ممكن يطرح يعني يمكن تنفيذه بالفعل أو إنه بيطرح لمجرد الطرح يعني أو نوع من أنواع المزايدة يعني تعرف الشباب على كل هذه الأنماط بيثري جداً فكره وبيخلي الشاب عنده استعداد بعد كده إنه هو لما يفكر يعني يبحث من خلال إطار مؤسسي أو من خلال إطار الدولة مش منطقي جداً إن أنا أبحث عن فكرة خارج السندوق وأقول لأ أنا لما هبقى في المكان الفلاني أنا هعمل كذا وكذا وكذا طب أنت هتعمله إزاي؟ يعني أنا أذكر كلمة شهيرة للسيد الرئيس منذ سنوات يعني محدش يتكلم في حاجة غير ما يكون درسها كويس، الولد دلوقتي الشاب الصغير بقى مستوعب الكلام ده كويس وبقى بيتعامل مع الأمر إنه لا أنا مش هقوله بس طبعاً مش هننكر إن فيه شباب ممكن تنجرف وراء بعض الكلمات الرنانة الملهش أرضية ولكن في النهاية الولد بيقعد وبيسمع وبيتعقل الكلام وبيكتشف إن لا فيه أرضية للكلام ده وهنا يجي دور الشباب اللي فاهم أو اللي تمت توعيته أو اللي تم تمكينه سياسياً في توعية أقرانهم من الشباب والله هي دي النقطة اللي أنا كنت رساً هتكلم فيها يعني إحنا الدولة المصرية زي ما هتمت ببناء الإنسان والكلام ده مش النهاردة ولا مبارح صحيح لأنه أحد أهم الإنجازات التي تمت في العشر سنوات الماضية هذا البرنامج كان ابتدى في الأول بخمسمائة شاب ودلوقتي تحول المشروع كله لأكاديمية الوطنية للتدريب ثم تخرج هذه الأكاديمية حالياً سنوياً مئات الشباب اللي تلقوا تدريب واعي وفاهم حول مفهوم الوطنية المصرية بشكل أساسي حول مفهوم المؤسسية المصرية والدولة المصرية وكيفية التعامل وإدارة الملفات في كل بقى الملفات نحن نشوف ناس مدربين في مجال الصحة نشوف ناس مدربين في مجال التعليم نشوف ناس مدربين في مجال الإقتصاد في مجال الخارجية في كل المجالات بيتم تدريبهم بشكل واضح وهذا البرنامج إن لم نفعل إن لم نذكره ونثمنه ونشكر صاحب الفكرة ومنفذها والحريص عليها والحريص على إخراج هذا الجيش من الشباب الوطني الوعي يبقى إحنا مقصرين في حقه كثيراً يعني شكرا